بسم الله عمار بن خالد الجندوبي مترشح عن عمادة تلنغزلين البرنامج الذي يحتويه برنامج الانتخابي الذي ركزته عليه على ثلاثة محاب التعليم والصحة والفلاح حيث أن التعليم من المدرسة يجب تهيئة المدرسة وتهيئة الساحة كذلك الشأن أنه بالنسبة للفلاحة المرأة العاملة يجب هنا أن هناك كثير من الشيك التي تتعرض لها المرأة العاملة وكذلك مستعملية الشاحنات ثم بالنسبة للأرض الدولة يجب أن في الحقيقة أرض الدولة يجب أن تكون هناك مركب فلاحي خاص يمكن أن يشغل عدة عدة مواطن شغل بالنسبة للذكور والإناث كذلك نحن نرى أن الدولة في حقيقة الأمر هي التي سنقوم بتفعيل تشريك الدولة والحكومة في إنجاز ما يمكن إنجازه في منطقة الغزلان التي تعاني كثير من النقاص مثل تزويد جميع دووير منطقة الغزلان بين ماء الصالح للشرب وهذا يندرج أيضا ليس بالجمعيات كما كان سابقا فهو فيه مشاكل عديدة ولكن ماء الصناد تتدخل فيه الصناد ويكونوا تحت مسؤولية الصناد كذلك المسالك الفلاحية هناك عرقيل كثيرة جدا في كل دووير منطقة الغزلان ومعاناة كثيرة نحن سنعمل على تفادي ذلك وإنجاز المسالك الفلاحية وإدخال ماء الصالح للشرب وكذلك إنجاز وتأسيس مركب فلاحي بمنطقة الغزلان يضم كل أراضي الدولة التي أصبحت شبهة لا أقول مهملة ولكن وكذلك دفع الشباب ثم نحن كلمة عرقيل أن الدولة في حقيقة الأمر الدولة الحكومة ليست على عدم دراية بل هي في علمها بكل ما تنقص كامل مناطق الجمهورية التونسية